بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكم متابعين الأفاضل أتمنى أن تكونوا في أتم صحة وعافية في هذا الفيديو متابعين الأعزاء وكما وعدناكم في الحلقة الماضية سنحضر برفقتكم وصفات طبيعية صحية قوية وآمنة لعلاج مشكل بطء نمو الشعر ولمنع تساقطه ولعلاج الصلع والصلع الوراثي وأيضا للتخلص من مشكل فراغات الشعر وتكثيفه حتى للرجال على مستوى اللحية والشارب وقد اعتمدنا كما وعدتكم أمس على هذا المكون العجيب والقوي جدا في إنبات الشعر بغزارة غير متوقعة إنه عود الصليب أو عود النقع وكنا قد تعرفنا عليه في فيديو الأمس حيث ذكرنا جملة من أسمائه التي يشتهر بها هذا المكون العجيب والذي تجدونه متوفرا عند العطار بطبيعة الحال كما تحدثنا عن الفوائد التي يمكن لعود الصليب أن يقدمها سواء لعلاج هشاشة العظام وألام المفاصل وأيضا لإنبات الشعر بسبب هذه المادة السحرية الموجودة بداخله هناك مادة لازجة موجودة بداخله والتي يمكنها أن تفعل بالشعر ما لا يمكن لعقل بشر أن يتخيله في إنبات الشعر وتقويته وتطويله لدرجة غير متوقعة وأيضا لمنع تساقطه وملء الفراغات في فترة وجيزة جدا طيب وصفات اليوم ستكون سهلة وفي المتناول لدى الجميع فقط ما عليكم إلا اتباع الطريقة التي سوف أستعملها وبعدها لكم أن تحكموا على الوصفة بأنفسكم طيب لنباشر على بركة الله في إعداد الوصفة الأولى بداية وكما هو معلوم لا بد من طحن عود الصليب هذا لكن حين محاولة طحن هذا العود سنتصادف مع مشكلة صغيرة جدا لا بد من إزاحتها قبل إكمال الوصفة هنا وكما تشاهدون الآن عود الصليب حين تنظرون في وسطه أو بداخله ستجدون أن به مادة تشبه الصمغ مادة زيتية تشبه الصمغ وهي لازجة قليلا بنية دكنة اللون وهي المادة الفعالة التي سوف نحتاج إليها وفي نفس الوقت سنحتاج إلى مطحون العود في حد ذاته طيب فكيف سنفصل ما بين العود كمسحوق وما بين هذه المادة الموجودة بداخله هناك طريقة أسهل مما نتوقع ولن تأخذ منا أكثر من عشر دقائق فقط لأننا لو حاولنا في البداية دق هذا العود على آلة الهون أو سحقه بالآلة سيتجمع المطحون على شكل حبيبات خشنة لازجة ممزوجة مع المطحون وبالتالي لن تطحن جيدا ولن نستفيد شيئا لذلك سنقوم في البداية بتفتيت هذا العود قليلا ثم نضعه في وعاء ونسكب بداخله الماء ونترك المحلول حتى يغلي جيدا على نار هادئة ويتبخر الماء طيب بعد أن يغلى المحلول جيدا سنجد أن هذه المادة البنية قد ذابت كليا وسط الماء ولم يتبقى سوى العود لوحده هنا نطفئ النار ونصفي المحلول حين نصفيه سنكون قد فصلنا ما بين المحلول المتحصل عليه وما بين العود طيب بعدها نجفف بقايا هذا العود تحت الفرن أو حتى تحت أشعة الشمس وحينما يجف نقوم بطحنه بواسطة الآلة وبالتالي سنتحصل على مكونين سنتحصل على المحلول كما تشاهدونه الآن أو المنقوع ونتحصل أيضا على هذا المسحوق كما تشاهدونه الآن أمامكم وكلاهما مهمين جدا في هذه الوصفة ولا يمكن أبدا الاستغناء عنهما لأن هذين المكونين خاصة هذا الزيت الجامد بداخل العود هذا المنقوع وأيضا المسحوق هما الأصل والأساس في هذه الوصفة وسيقدمان للشعر خدمات جليلة جدا ستجعلاني الشعر ينمو ويطول بسرعة البرق وتمنعاني التساقط وحتى لعلاج الصلاع وملء فراغات مقدمة الرأس لذلك فواجب اتباع الطريقة التي أوضحتها لحضاراتكم قبل قليل طيب لنباشر في إعداد الوصفة الآن هنا نقوم بأخذ مقدار ملعقة كبيرة من مسحوق عود الصليل طيب وبعد ذلك نضيف مقدار ملعقة كبيرة من مطحون إكليل الجبل أو الرزماري كما يسمى إذن مسحوق عود الصليل وإكليل الجبل طيب هنا نضيف للخلط ما بين المكونين القليل جدا من منقوع عود الصليل القليل جدا كما تشاهدون الآن طيب بعدها نضيف حبة بيض كاملة ثم نباشر في عملية الخلط ما بين كل هذه المكونات لأن المنقوع والمسحوق هما أكبر مكونين سوف نعتمد عليهما في هذه الوصفة لذلك ما قلت سابقا يستحيل الاستغناء عنهما هنا لابد من الخلط الجيد حتى تتفاعل وتنتزج كل المكونات مع بعضها البعض هذه الوصفة قوية جدا بمكوناتها وفوائدها لأن المادة الموجودة بداخل عود الصليل هي التي سوف تجعل الشعر ينمو بدون توقف فلمن عندها أو لمن عنده مشكل في بطء نمو الشعر أو فراغات أو أنه يعاني من مشكل الصلع أو فراغات في مقدمة الرأس فالحل الأمثل في هذه الخلطة السحرية وحتى لليحية الرجال ولليحية الشارب أيضا لأن المادة اللزجة الموجودة بداخل عود الصليل تحوي مكونات عظيمة جدا فتقوي الشعر وتنميه بغزارة كبيرة جدا طيب الآن صارت هذه الخلطة جاهزة للتطبيق بالنسبة لطريقة الاستعمال أولا توضع الخلطة على الشعر مع الدلك برفق لمدة خمس دقائق وهذا من الجذور إلى الأطراف ويترك الخليط على الشعر لمدة ثلاث ساعات كاملة وبعدها يغسل الشعر بالماء لإزالة الخليط ثم بعدها بالشامبو المناسب عندك وإن كان يفضل استعمال الشامبو الموجه لتساقط الشعر كنا قد حضرناه سابقا سأضع لكم رابطه أسفل الفيديو في صندوق الوصف على أن تستعمل هذه الوصفة ثلاث مرات فقط في الأسبوع مع ضرورة المداومة على الوصفة حتى يستفيد الشعر شيئا فشيئا وتدريجيا من مكونات عود الصليب القوية أيضا ولتسريع النتيجة أكثر يفضل استعمال هذا المنقوع كبخاق على الشعر بين الفترة والأخرى حتى تتم تغذية الشعر ونتأكد من أنه قد تغذى وامتص كل مكونات وفوائد منقوع عود صليب هذه الوصفة سريعة الاستجابة وقوية في علاج مشكل تساقط الشعر وحتى الصلع والصلع المبكر كما أنها تجعل الشعر كما قلت ينمو بغزارة شديدة جدا أما للحية الرجال وحتى للشوارب يمكن وضع الوصفة فوق الشعر مباشرة دون حلقه حتى تتم تغذية الشعيرات وإعطائها الفيتامينات والمعادن الأساسية التي سيحتاجها بغية زيادة النمو هذه الوصفة فإنها تؤثر نوعا ما في الشعر المسبوخ خاصة الشعر الأشقر هذه الوصفة لا تحتاج إلى إثبات على نجاحها فمكوناتها والتجربة خير دليل على نجاحها الوصفة آمنة حتى للصغار يمكن استعمالها كما يمكن عمل كمية منها وتوضع في الثلاجة ومدتها لا تتجاوز الأسبوع طيب بالنسبة الآن لهذا المنقوع وهو أكثر تركيزا من هذا المنقوع طيب كيف نتحصل عليه وكيف نستعمله في الوصفة نقوم بوضع كمية من عود الصليب مقدار قطعة بهذا الشكل ونقوم بدقها أو تفتيتها قليلا ونضعها في وعاء ثم نضيف نحو نصف كوب من الماء ونعرضه للحرارة وبعدما تتبخر نسبة كبيرة من الماء سوف نجد أن تلك المادة اللزجة بدأت تتثاقل تدريجيا إلى أن تصير ثقيلة نوعا ما مثل ما تشاهدون الآن أمامكم هنا يمكن أن نضيف مقدارا نصف ملعقة متوسطة الحجم ونكمل عملية الخلط وهذا بغية تسريع النتيجة أكثر أما في حال أردتم استعمال المنقوع وحده فلا بأس بذلك هذه الوصفة قوية ورائعة جدا في إنبات الشعر وتطويله ومنع تساقطه وحتى لعلاج الصلاة أنا أنصح بهذه الوصفة القوية طيب ننتقل الآن متابعين الأفاضل إلى الوصفة الثانية حيث نحضر في البداية ملعقة كبيرة من مطحون عود الصليب ثم نضيف إليه بعد ذلك مقدار ملعقة كبيرة من مطحون السدر ونخلط ما بين المكونين من خلال إضافة مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي طيب هنا سواء استعملتم المنقوع منقوع عود الصليب العادي أو المركز طيب ثم نباشر في عملية الخلط أو الخلط الأول قبل إضافة المكون الأخير طيب هنا نضيف مقدار ربع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين أ لأنه مهم وممتاز جدا لتطويل الشعر ثم نكمل عملية الخلط طيب في حال لم يتوفر معكم زيت فيتامين أ نستعمل البديل ونضيف كبسولة من كبسولات الأوميغا ثري وطبعا هذا راجع لحسب تركيز الكبسولة فإذا كانت الكبسولة كبسولة الأوميغا ثري بتركيز 100 ميلي جرام نضع كبسولتين اثنتين أما إذا كانت بتركيز 200 أو 400 ميلي جرام نضع كبسولة واحدة فقط ثم نكمل عملية الخلط هنا بعد الخلط سوف نتحصل على هذا الخليط المتماسك هذه الوصفة لا يمكن أبدا لأي شخص أن يتساءل إن كانت ستعطي نتيجة على الشعر أم لا هذا سؤال غير وارد منطقيا بصراحة لأن كل المؤشرات توحي بأن الوصفة تحوي فوائد قوية جدا للشعر ستنميه وتعطيه اللمعانة والحيوية والنظارة وتنهي نهائيا وكليا مشكلة نمو الشعر البطيء وخاصة خاصة لمن يعانون من عدم نمو الشعر نهائيا والسبب هو عدم حصول الشعر على فوائد تغذيه هذه الوصفة ستنهي هذه المشكلة نهائيا حتى لفراغات مقدمة الرأس ولمن يعانون من الصلع وللحية الرجال والشوارئ لأن الوصفة كل مكوناتها توحي بأن نتائجها ستكون سريعة جدا والدليل هو أنها مجربة وأعطت نتائج خرافية جدا طيب بالنسبة لطريقة الاستعمال وهو أن يتم وضع الخلطة على الشعر لمدة ثلاث ساعات كاملة وبعدها يغسل الشعر بالشامبو المناسب عندك وإن كان دائما يفضل لتسريع النتيجة أكثر غسله بشامبو تساقط الشعر وهو في صندوق الوصف أسفل الفيديو أو حتى يمكن استعمال الشامبو الخاص بك فلا بأس بذلك على أن تستعمل الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا أيضا يفضل هنا لتسريع ومضاعفة النتيجة عمل بخاخ للشعر عن طريق منقوع عود الصليب بين الفينة والأخرى للحصول على أفضل النتائج كذلك هذه الوصفة آمنة حتى للصغار يمكن استعمالها كما يمكن عمل كمية معتبرة منها ثم توضع في الثلاجة ومدتها لا تتجاوز الأسبوع في الأخير لا يسعني إلا أن أقول إلا أن هذه الوصفة فعالة جدا وسريعة وقوية في تطويل الشعر وإنباته ومنع تساقطه فلا تتردد أبدا في تطبيق واستعمال هذه الوصفة إذن متابعين الأكارم أتمنى أن تكون الوصفتان قد لا قتاء الإعجاب لديكم فقط لا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم كل فيديوهاتنا يوميا أولا بأول كما لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو وفي حال أعجبكم لا تنسوا دعمه بزر لايك أتمنى لكم كل التوفيق دمتم ودمنا لكم أوفية تحياتي والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته